موسيقى وما علاقة التصوير بكتاب التروحية ليس نوعي وخطأ من بعض المسلمين نعمة لأن التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام صوروا تماثينهم طيب الشيخ العالمي رحمه الله يقول تصوير المحارمات في لها نفع تصور المحارمات أما السيلفي وهذه الأشياء افتعد عن التصوير تصوير اللصوص المجمين تصوير الجواز السفر البطاقة الشخصية تصوير ما لا روح فيه أشجار والهار والمساجد مثلا لا أشكال فيها طيب النظر اقتناع الصور الصورة إذا كانت في البيت مفتوحة ما يمكن لا تدخل الملأة وأمرنا بطمس الصور كيف يضمسها سهل جدا الآن حليل مثلا علي البقرة تضع السعر لا صفا عنه تأخذ أجر تعلم الأولاد طمس الصورة إذا كانت صورة بماذا؟ بإزالة معاين الوجه تمثال وهذا عنده صقر في البيت تمثال لازم يكسر الرأس تمثال لابد من كسر الرأس أما يضع حفرة أو خط لا هذا لا يصل عقوبة المصور يقول الشيخ من عثمير رحمة الله خمسة أنه في النار وملعون بصر عبا السلامة وكلة ينفف فيها ضركة عيسى بنابه يجعل له بكل الصدر نفسه يعذب بها المصور يوم القيامة وأشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا عقوبة واحدة تكبر تجعل التصوير كبيرة من تباعي أدنون حسن الله سبحانه وتعالى العالمين والسلام نعم